أشكر سيد أمين العام على كلمته القيمة وأدعو أشعدنا أن أدعو فخامة الرئيس إلهام علي ياف رئيس جمهورية أذربيجان والرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز لإلقاء كلمته الرئيس عبد المجيد تابون الأمين العام لجامعة الدول العربية سيادة الرؤساء ورؤساء الوفود أود أن أعرف عن عميق وامتناني لرئيس الجزائرية والأمين العام لجامعة الدول العربية على هذه الدعوة وهو كمؤشر على الصداقة وإنه لمن الأسرور والشرف الإفتخار أن أشارك في هذه القمة وأعرف عن دعمي لهذه القمة وإنني شدت سعيد بزيارة الجزائر في هذا اليوم الأضرر والذي يصادف ذكر اندلاع الثورة المجيدة وشركة الشعب الجزائري في الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة قمت اليوم بزيارة مقام الشهيد ومتحف المجاهدين وقد اختلجتني مشاعر جياشة بمشاهدته وتأثرته به المشازر المرتكبة من قبل فرنسا في حق الشعب الجزائرية وهذه الأحداث لا يجب أن ينسها العالم بتاتا فرنسا احتلت الجزائر منذ أكثر من 130 سنة وخلفت أكثر من مليون ونصف شهيد ونحن اليوم نحتفل بذكر اندلاع الثورة المجيدة ويجب أن نخلد هذه الذكرى متقبلا إن العلاقات بين أزربيطان وجامعة الدول العربية علاقات متأميزة وقد استقبلت الأمين العام وكانت حوارات معه ونود أن نقوم بتعزيز هذه الشركة وأنا اليوم أشارك في هذه القمة بصفتي بصفتي رئيس الحادي لحركة عدم الإنحياس وأنا على يقين بأن هذه الشركة ستتعزز في أسنوات القادمة وأود أن نقوم بتوطيد علاقات مع جامعة الدول العربية ونود أيضا أن نعزز مبادئ التضامن بيننا كما تعلمون فإن أزربيجان قد عانت من الاحتلال على غرار الجزائر وخلال كل تلك سنوات الاحتلال فقد تلقينا الدعم من أشقائنا العرب ومن قبل أيضا دولنا إسلامية وأن الأزربيجان لقد دعمت أيضا بدورها كل الأشقاء الإسلاميين وفي 2007 قمنا بأعلان على سنة التعاون الإسلامية وقمنا بالاحتفال وبصفة الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياس فكما تعلمون فهي المنظمة الثانية بعد منظمة الأمم المتحدة ومنذ 2008 فقد تولينا الرئاسة ونحن ونعمل على بضل الجهود وقد تم تمديد عهدتنا وهو كمؤشر على الجهود التي قمنا بها في إطار حركة عدم الانحياس ونحياس أذربيجان 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 قامت بالعديد من المبادرات من أجل مساعدة الدول وحشد الموارد من أجل تزاوذ كوفيد 19 عشر وكما تعلمون فإن العديد من الدول المتطورة فقد عانت الأمرين من هذه الجائحة جائحة كوفيد 19 وقد قمنا بتوفير كافة الدعم اللازم من أجل توسيع اللقاحات وقمنا أيضا ونحن نعمل على تنظيم المؤتمر حركة عدم الإنحياز خلال شهر مرسى المقبل ومنذ ومنذ 20% من أجل ونحن من أجل المؤتمر المؤتمر حركة عدم الإنحياز خلال شهر مرسى المقبل خلال شهر ومنذ ومنذ أجل 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 مجزة قد قد ارتكبت مجازر مجزة world security council adopted four resolutions demanding immediate and unconditional withdrawal of Armenian troops from our territories. But these resolutions were never materialized. And this leads to another important factor, which is a mechanism of implementation for resolutions for security councils. In some cases, resolution of the U.S. Security Council are being implemented within days, ولكن في مرحلة أنه لم يتمر على المقابل لكي تتكلم. هذا هو مقابل. هذا هو مقابل. هذا هو الانقصار. هذا هو أمر لحكم، نقص الأرجوات والمقابلات الأوضعية ومقابلات الناس. فالنسبة للتعامل، كما يصدق ببيئة المقابلات والنقاطية وقبل أن يعمل لتعامل لتعامل المقابلات ووضع حد لهذه التوترات وهذه المشاكل أيضا ولا بد أن لا يكون هناك مقيسين النظام المقيسين فالأزربيجان وضعت حدا للحرب واستعملنا حق الدفاع عن أنفسنا عن البلد وقد حاربنا أرمينيا وحررنا الأراضي ورأينا الدمار من أكثر من 10 ألاف كيلومتر مربع كل الأشياء قد دمرت المتاحف وأيضا القرى والمدن كل شيء تم تدمره خلال مرحلة الاحتلال وأصبح هذا البلد إرهابي والآن نسترجع قرىنا ومدننا وهناك برنامج التجشين والبناء ونستعمل إمكانياتنا الخاصة للبناء ولا أحد يساعدنا فاليوم قمت بزيارة متحف المجاهد فالفرنسا قد زرعت أكثر من 5 ملايين قنبلة في الأراضي الجزائرية وذلك كان الشأن أرمينيا أيضا التي زرعت القنابل في بلادنا فهناك أكثر من 260 شخص قد تعرض للموت بجراء هذه القنابل التي من جراء هذه القنابل ونرى أيضا التضامن من البلدان العربية ونرى أيضا التضامن من الجهات الدولية من المؤسسات الدولية ونحن نشكر هذه المؤسسات والدول العربية على ذلك وأشكر البلدان العربية وسوف لا أدخر أي مجهود لتعزيز الوحدة وأشكر مرة ثانية الرئيس مجيد أبون لهذه المبادرة والدعوة وأشكركم وأتمنى الوفاق والإزدهار لكل بلداننا شكرا ترجمة نانسي قنقر